بهاي الروم وحقهم بأنهم يعبروا عن رأيهم بأي موضوع معين نحن نرد على الفكرة التي كانت الأفكار التي كانت تنطرح بهاي الروم زائد أن نحن نقسم الغرفة لقسمين القسم الأول هو رد وتفنيد كمان أكاديمي على الكلام الذي كان عنهم نحكا بنفس الوقت طالما هو التفنيد أكاديمي والموضوع أكاديمي سأماشي فخلاص نشتغل بأكاديمية ما في المشكلة فطالما الموضوع هيك فمرت أكاديميا على الكلام أو من وجهة نظرنا على اللي نطرح بهي الرومات بعد منها لحنا ننتقل للنقطة الثانية واللي هي تحليل نفسي سريع للنفس البشرية بشكل عام وقالية عمل النفس البشرية وليش نحن نشوف هاي الأمور يعني نشوف بعض الأمور هاي من العالم طيب الروم اللي أنا حضرتها الحقيقة هي آخر روم إن كانوا رومتين فالغرفتين الغرفة الأولانية أنا ما شفتها فما بعرف شو اللي نطرح فيها فقنت بس بالروم الثاني سمعت الطرحة للروم الثاني وحابب نحكي شوي بهذا الموضوع كان أهم اللي نطرح بالروم الثاني هو موضوع التصميم الذكي والرد على فكرة التصميم الذكي ونحن حابين يقول لكم باختصار أنه الإله ما له مصمم ذكي أو لا يوجد مصمم تصميم ذكي لهذا الكون وأنه هذا الكون وجد عشوائيا وأنه نحن وجودنا وجود عشوائي كلام جميل وأحد أهم الاعتراضات الحلوية هو موضوع النسب أنه أنت في عندك نسب قدت لظهور هاي الحياة بس لم أنت عمتلي أنه عدم وجود هاي النسب ما لحي أدي لظهور حياة لا وجود هاي اختلاف هاي النسب لحي أدي لظهور حياة من نوع تان ما لحي أدي لظهور هاي الحياة اللي نحن عايزين فيها هلا لكن لحي أدي لظهور حياة من نوع تان وهو تغيير النسب ما له علاقة أبدا أو الثوابت هاي أو موضوع التصميم الذكي وما له علاقة ووجه صدفة ضربة حظ وضربة الحظ هي أوجدت الحياة تبعنا ولو غيرنا بهذه النسب كنا تكيفنا مع هذه النسب الجديدة وظهرت حياة جديدة من نوع آخر بشكل آخر عن الحياة اللي نحن عايشين فيها هلأ هذا أحد أهم الأمور اللي انطرحيت بالإضافة لموضوع نظرة التطور وبالإضافة لشارح بعض قوانين الفيزياء وهم الأمور اللي نقول كيميا يعني الجميل كان أنه كان في محاضرات علمية أنا استمتعت كتير بوجود هاي المحاضرات العلمية وكان أهم سؤال كنت عم بسأله لنفسي شو دخل هاي المحاضرات العلمية بمين أوجد هذا الكون يعني أنت قاعد عم تقلي مثلا أنه اليوم العلم البيولوجي توصل لنظرية اسمه نظرية التطور وقاعد عم تعمل لي شوية طروحات وشوية شروحات عن نظرية التطور ما فقط أنت ما وصلتني لفكرة من أوجد الخلية الأولى من أعطى الحياة للخلية الأولى هذا الكون طبعا إذا سلمنا بأنه آلية وجود الحياة على الأرض هي تطور من خلية الأولى الخلية الأولى كيف وجدت وكيف انقسمت أحاديت الخلية صارت ثنائية الخلية وثنائية الخلية وجدت فيها الحياة ووصلنا للينا اليوم مين اللي أعطاها هذا الهي ما بتعرف أحدا بقول لك خلص نحن جينا عن طريق التطور طيب مو مشكلة فسر لي أنت هذا التفسير تفسير بس أنت ما تقول لي من أنت عم تجاوبني على كيف ما من عندي مشكلة أنك تجاوبني على كيف وسماعان ومبسوط أنا قل لي كيف أد ما بدك شرح أد ما بدك بالكيف نحنا ما عم نحكي عن الكيف نحنا عم نحكي عن المن من وضع هاي الكيفية من وضع هاي الكيفية ما عم بسألك أنا عن المن عن الكيف عفو追 عم سألك من وضع هاي الكيفية ją بتشي بتقلي بتشي بتحكيني شيقة كمان بالنظريات الفيزائية برجع بقلك مو شوGeneral علاقة النظريات الفيزائية بوجود الإله من عدم الفيزية هي تفسير لحركة الكون تفسير لتطور الكون وآلية التفاعل الكون الأجسام مع بعض بس هي شو العلاقة بواضع هاي الآلية يعني انت بتقلي انه هاي الآلية وجدت عشوائية كيف وجدت عشوائية ما فهمت من وضع هذا النظام هذا النظام الفيزيائي انت عاد عم تفسر ليها وانت ما شاء الله عم تجيب لي أوراق علمية وأبحاث علمية مشان تشرح لي هاي الآلية الفيزيائية انت هذا الكلام الجميل ما قلت لي مين وضعه انت بتوصل ليها بالنهاية انه هو وجدت بطريقة عشوائية كيف كيف اوجد هذا النظام الفيزيائي نفسه بطريقة عشوائية ما فهمت ما عندك إجابة على هذا الكلام وانت اللي بتلومني عليه اللي بتلومني عليه هو انك انت بتقلي اني انا ادعي اني انا املك الحقيقة انا ادعي اني املك الحقيقة وانت من خلال طرحك عم تقلي انه انا من املك الحقيقة انا عم من املك الحقيقة وانت مع انه انت اعتراضك على انه لا احد يملك الحقيقة طيب طالما لا يوجد أحد يملك الحقيقة أنت ليش فايت فوتة العلم مشان تثبت لعدم وجود إله ليش فايت فوتة العلم مشان تثبت لعدم وجود إله يعني هل أنت معنا متأكد ومتيقم من عدم وجود إله لما رجعنا نفس المشكلة معنا أنت من تملك الحقيقة عم تدعي نفس الادعاء اللي أنا عم بتدعيه كمثال اللي أنت معترض فيه علي أنت معترض أني أنا أدعي امتلاك الحقيقة وبنبل المقابل شايف ادعائك أنا وطرحك أنت للموضوع هو طرح ادعاء لمتلاك الحقيقة طرح للدعاء لمتلاك الحقيقة طيب هاي النقطة حكينا بقى عن بعدين نطرح موضوع الثوابت الكونية اللي حكينا عنها انه هاي الثوابت الكونية كانت أدت لو تغيرت كانت أدت لنشوء حياة من نوع تاني ليس الحياة اللي نحن بنعرفها هلا لو تغيرت هاي الثوابت طيب خلينا نفند هذا الموضوع لنشوف العلماء اليوم لشو وصله ماذا يعتقد العلماء اليوم عن نشأة الحياة على الأرض أول شيء العلماء بيعتقدوا أنه الأرض تكونت قبل حوالي أربعة ونصف مليار سنة الحياة والأرض بلشت الأرض تتهيأ وتتجهز لظهور الحياة عليها قبل أربعة ومليار سنة هاي الصدفة تبعنا بدأت قبل أربعة ومليار سنة عفواً أربعة ونصف مليار سنة تقريبا طيب كيف نشأت هاي الحياة على هاي الأرض يقول لك أنه هاي الحياة أول شيء في الشمس وفيه كواكب بدأت دور حولين هاي الشمس وفيه منطقة حولين الشمس هي المنطقة الصالحة للنجوء الحياة لظهور الحياة طيب حلو في عنا مجموعات شمسية كلها تقريبا من حيث العملية الفيزائية كلها تقريبا متطابق بهاي العملية الفيزائية ما بعض أهم هاي عملية فيزائية لك إنه الكواكب اللي بتدور حولين الشمس بتبلش تلم الغبار الكوني حولين الشمس وبتدور طبعا بطريقة حلوزونية حولين الشمس وبتبلش تكبر 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 لحجم معين وبتدور وبتاخد بعدين المدار تبحة قريبة كتير من الشمس الكواكب الكبيرة كبيرة الحجم بتاخد الدورة تبحة قريبة قريبة من شو من الشمس طيب لحظة بس أنا جاني بس هاتف لحظة بس حضر معك طيب اعتذر هلا نرجع مرة تاني للموضوع اليوم عم نقول إنه نحن في كواكب عم ندور حولين الشمس طبعا نحن لأننا في البداية هعطيكم الروابط هحطيكم الروابط مشان طبعا مثل ما الأخوة تصرفوا بطريقة علمية وأكاديمية نحن كمان هنرفق هذا الموضوع بطريقة أكاديمية بعتذر مرتاني أني أطعتكم طيب المهم هذا الكوكب الكبير المفروض أنه يأخذ مدار قريبة كتير من الشمس النجم الشمسي يأخذ مدار كتير من هذا المجموعة الشمسي هاي شغلة للأسف للأسف ما حدست مع مجموعتنا الشمسية حصرة يعني كل المجموعات الشمسية اللي حولنا اتكونت هاي الكواكب الكبيرة وقربت بطريقة حلزونية من المدار من الشمس لأخذت أقرب مدار ممكن من الشمس ودارت فيه هو تقريبا المدار الشبيه بمدار الأرض ولكن قالك إنه مجموعتنا الشمسية يلي المفروض فيها يكون بمدارنا هلأ هو كوكب المشتري المفروض نحن هلأ بالمدار اللي نحن فيه وياخد المدار هذا هو مدار الكوكب المشتري كوكب المشتري كبير ونشأ وبلش ياخد يلم الغبار الكوني اللي حوليه وبلش يقرر بطريقة حلزونية باتجاه الأرض ولكن بلحظة ما تشاء الأقدار أو تشاء الصدف لأنه نحن منعرف أنه وجودنا عشوائي ووجودنا عبارة عن صدفة صدفة أوجدت هذا الكلام اللي نحن فيه هلا تشاء الأقدار وتشاء الصدف أنه يظهر كوكب تاني اسمه كوكب زحل كوكب زحل لحيعمل عملية عكسية أنا عم حول طبعا نكون كرامي مبسط قدر الإمكان لحيعمل عملية عكسية عكس القوة الشمس بالنسبة للمشتري ليحافظ المشتري على مدار أبعد عن الشمس وما يقرب أكتر من الشمس ليسمح بظهور كويكة بصغير أو كوكب صغير لحنسميه بعدين اسمه كوكب الأرض ويخليه يوقف بهذا المحل اللي هو محل شوف المدار اللي ممكن تنشأ فيه الحياة كوكب الأرض هاي الآلية أو هاي العملية للأسف ما حدثت إلا بمجموعاتنا الشمسية كل المجموعات الشمسية اللي حولينا وكل المجموعات الشمسية اللي نحن رصدناها ورصدنا الكواكب اللي فيها ولا مجموعة شمسية كوكب صار فيها نفس اللي صار بمجموعتنا من مليارات المواكب عفوا المجموعات الشمسية أو المجرات أو الجرم ما فيه ما قدرنا نرصد أي مجموعة شمسية حدث محل اللي حدث على اللي حدث بمجموعتنا الشمسي هاي الصدفة اللذيذة والرهيبة طيب هي صدفة وظهر كوكب زحل وكوكب زحل كان له تأثير عكسي على كوكب المشتري فخلى كوكب المشتري يظل بمدار أبعيد فيه عن الأرض مما سمح لوجود الأرض بالمكان الصالح لنشأة الحياة طيب بنفس المنطقة بنفس هايز هيظهر معنا كمان كوكب تاني اسمه كوكب المريخ كوكب المريخ كمان هو نوعا ما قريب من المنطقة الصالحة كوكب المريخ قريب من المنطقة الصالحة لنشوق الحياة طيب وحلوة صدفة جميلة طيب بس هل هالصدفة هاي كافية لنشأة الحياة على الأرض؟ قال لك لا قال لك أهم عامل وأهم شي سمح لوجود الحياة على الأرض هو وجود الماء طيب الأرض ما كافيها ماء يعني الأرض بهاي اللحظة ما فيها ماء الأرض عبارة عن كوكب ناشف عم يفتر حوالين الشمس بالمدار هاته اللي أخدو ما فيها ماء شو اللي صار؟ لح تنضرب الأرض بمجموعة من بسموه من الأجسام الصلبة جاية من أماكن بعيدة أجسام صلبة جليدية هتضرب الأرض وتدخل إلى هالماء لح يدخل الماء للأرض مين اللي بعت هدول الأجسام الصلبة الجليدية على هذا الكوكب الصغير محدة بيارة صدفة الكوكب موجودة هون فهي يجوه هدول هاي الأجسام الصخرية الجليدية من بعيد وتضرب بالأرض وتدخل الأرض ويصير في عنا ماء يمتزج المياه مع صخر الأرض ومع ذلك لحظة الأرض باردة متجمدة بهذا المكان وفي عنا هلأ ماء وفي عنا أرض متجمدة خلصوا أول صدفتين صدفة إنه المشتري بععد عن طريقنا الله يزيل خير عن طريق زحل ظهر زحل فجأة وقال له للمشتري بععد فبععد للأرض قال له للأرض خذ المحلك أخذت محل للأرض الأرض بده ماء إجاها ماء من غاية بعلمه من هالكون هذا في أراني خبط الأرض طيب بعد منها شو اللي صار بعد منها اللي صار إنه هاي الماء بحاجة لأنه شو تصير سائلة لحتى تنشأ الحياة لازم تصير هاي الماء سائلة بهاي اللحظة لحتى تظهر عنا البراكين هتبلش البراكين تتشكل والبراكين تضرب الحمام وتخلي هاي الماء تتبخر 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 هلأ هذا الشي بيقلك إنه كان شابه في كوكب المريخ الأرض ولكن المشكلة كوكب المريخ اللي منعته من ظهور الحياة عليه إنه كوكب المريخ كتلته وكمية المياه اللي ضربته ما بتعادل كتلة الأرض وكمية المياه اللي ضربته فكتلة الأرض بحد ذاته مع كمية المياه اللي حوالي 70% اللي ضربت الأرض أو اللي امتزجت بالأرض كانت هي المعادلة اللي كافية لنشوق الحياة على كوكب الأرض أو تمهيد الأرض لنشوق الحياة عليها غريب يا صدفة صدفة إنه كتلة الأرض كانت بالحجم المناسب وإنه المي 70% أو تقريبا من حجم الأرض كانت بالحجم المناسب والصدفة اللي بعد منها إنه هاي البراكين هاي لح تتفجر وتبخر هاي المي وتطلع هاي المي لبرة لكن قالك انه هار الكلام اللي حيخلي المي البخاري يطلع ويضجع بالفضاء لكن وجود غازي عفوا وجود غاز ثاني اكسيد الكربون خلانه في يصير عنا ضغط جوي بالأرض وحيهي أسس لبعدين لو ظهور ما يسمى بالغلاف الجوي والضغط الجوي اللي حيخلي المي محصورة ضمن دائرة معينة حولين الأرض طيب شو لح يصير بعدين اللي حيصير بعدين انه المي لح تتحول لمادة سائلة وخصوصا انه قالك بهذاك الوضع انه الشمس كانت أضعف بـ 30% تقريبا من سطوعة اليوم فمع هيك كانت الأجواء بردة البراكين اللي ساعدت على انه المي تتحول لمادة سائلة كان لازم تظل تحافظ على جنوع من الاحتباس الحراري نحن مسمي اليوم الاحتباس الحراري هاد الاحتباس الحراري مين اللي ساعدنا فيه ثاني اوكسيد الكربون منين جه ثاني اوكسيد الكربون ما الله أعلم كان موجود ثاني اوكسيد الكربون اللي ظهر عن طريق التفجر البراكين وخلى المي تتبخر وخلى انه يصير في حولين الأرض هذا الغلاف الجوي بعد منها شو صار إذا بده يضل الموضوع على نفس الآلية بتصير الأرض فرن وزا صارت الأرض فرن انعدمت الحياة على الأرض واستحالت الحياة على الأرض شو بدنا نعمل قالك الميلح ترجع تسحب ستسحب غالث ثاني اوكسيد الكربون والدوبة وينزل لعماق الأرض جميل هاي صدفة حلوة يعني هلا نحن كان عنا صدفة المشتري اللي هو بععد عن مدار الأرض عن طريق زحال في عنا صدفة انه المي اللي اجت من غايب علمه اجت ضربة الأرض ومتزجت مع كوكب الأرض عندك البراكين اللي ظهرت فجأة واللي حولت المياه لمادة سائلة وظهور الثاني اوكسيد الكربون اللي خلى عنا وجود غلاف جوي يحصر هاي هذا البخار ضمن الأرض مع الضغط الجوي ويحصر هاي المي ضمن هذا الغلاف ضمن هاي المساحة ويخلي المي تضل سائلة ويخلي المي نفسها ترجع طمطة ثاني اوكسيد الكربون لحتى ثاني اوكسيد الكربون ما يزداد عنه الاحتباس الحراري لدرجة انه تصير الأرض فرد جميل هالصدف حلوة ايه وقفت الصدف عندهم لا ما وقفت الصدف عندهم شو اللي كمان كان له سبب رئيسي بظهور الحياة على كوكب الأرض قال لك صفائح تكتونية قال لك لو أنه الأرض ما فيها صفائح تكتونية ما انكسرت وتحولت لعشر صفائح تكتونية ما كان ظهرت الحياة على الأرض يعني في مين كسر للأرض وخلى فيها عشر صفائح تكتونية تقريبا هاي صفائح تكتونية لحت تضرب ببعض وتنزل لتحت وترجع تطالع الثاني أكسيد الكربون اللي يمتصطه الماء وترجع تطلعه لفوق مشان تضل آلية الاحتباس الحراري موجودة ولكن يمشوا بعملية ميزان أو اللي بسموه العلماء منظم حرارة جيوفيزيائي يعني لح تصير الأرض فيها آلية آلية تنظيم حرارة جيوفيزيائية بس هي صدفة بطريقة عشوائية و وما لا أي غاية من ضمن هالكون هذا كلياته هي الأرض هاي الوحيدة الجميل أكتر هل كفت هالأمور هل كفت هالأمور هاي لا لا بعد منها لفترة بلحظة ما بلحظة ما حيجي كوكب تاني اسمه كوكب تية بسموه العلماء بكوكب تية حيضرب الأرض ويقل لك أنه الضربة اللي حيضربها فيها للأرض بتعادل مليارات القنابل الهيدروجيني هاي الضربة لحتخلي قلب الأرض رطب ولحتخلي جزء من الأرض يبعد عنها ويكون ما يعرف اليوم بالأمر اللي حيساعد على وجود الحقيقة على الأرض وقال لك أنه الأرض هي الوحيدة يلي تملك قمر كبير يعني اللي نسبة حجم القمر بالنسبة لحجم الكوكب هيك لدرجة أنه العلماء بيسموه بالكوكب المزدوج ما موجودة أبداً بأي مكان بمجموعة بالفضاء الخارجي لما رصدوا المجموعات الشمسية كلها لا يوجد قمر مثل قمرنا مع كوكب مثل كوكبنا هيك سولتني بنفس الكتلة وبنفس البعد وبنفس الحركة أبداً هي غريبة هي صدفة صدفة وجود هذا القمر اللي حيخلي شو والجميل أنه القمر بالبداية حيكون كتير قريب من الأرض ليه؟ مشان عملية المد والجزر تكون كتير قوية تعرف إذا واحد عم يطبخ طبخة هيك وعم يخلطها بنيح بالطنجرة هيك وعم يقلب الميت تبحها بسرعة مثلاً وعم ثبطها فالأمر كان قريب كتير مشان عملية المد والجزر تكون قوية بعدين الأمر رح يبعد شوي 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 لحتى نشوفه كل سنة كأنه تقريباً بيبعدين ممكن سنطين أو سنطين عن الورد طيب وجود الأمر رح يكون له دور رئيسي بنشأة الحياة على الأرض طيب غيره نحن في عنا شغلة في عنا في موضوع لسه مهم ما منعرفوا ولهو الجزئيات العضوية الكربونية منين اجت لأنه الجزئيات العضوية الكربونية هي ذا تأسس لظهور الحياة ما كانت موجودة هاي على الأرض هل لك بعدين لح تجي نيازك هاي نيازك حاملة لهاي جزئيات العضوية لح تضرب الأرض تضرب الأرض شلون وكيف صدفة صدفة وحتى تعالوا لك أنه هاي النيازك اللي اجت من مدارات كتير بعيدة كيف وصلت على الأرض العلماء لهذا ما عميلا أولا تفسير كيف ضربت الأرض ودخلت هاي جزئيات العضوية والمعادن على الأرض ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف صدفة صدفة هو مو تصميم زكي ولا شي هو لا تصميم زكي ولا في حدا فهمان القصة اللي عم يطبخها والطبخة اللي عم يطبخها ولا شي هو هيك فيه كوكب هيك فيه 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 في دنيا هيك ماشي بحاله وكوكب هيك بحاله وكان ماشي لحاله به هالسماء وصارت هالقصص هيكل اللي آتها صدفة من هون الحي نتأسس لظهور من هون الحي نتأسس لظهور لوجود المعادن والجزئيات العضوية على الأرض اللي حد بدوره حتأسس لظهور الحياة لكن النقطة والشبكة المعقدة للربطة اللي ما عم يفهموها العلماء إلى اليوم اللحظة اللحظة الفارقة يعني قالك لهون نحن نصدقنا كيميا لهون هلأ الأرض لساعة الشغالة عملية كيميائية بلحظة معينة لح تتبلش شيء لح يظهر ما يعرف بالبيولوجيا أو الحياة هاي اللحظة قالك كانت كثير سريعة وما احدا عم يفهم كيف وما عم يقدروا يلاقوا طريقة أو سر أو يعرفوا كيف نشأت الحياة كيف ظهرت الخلية الحية ما حدا بيعرف نحن عم نحكي أنه في المواد تجهزت يعني نحن عم نحكي أنه العدة صارت جاهزة العدة صارت جاهزة الأرض ماشية بمدارة شلون ما حدا بيعرف المشتري لحاله هيك قرر بلحظة من اللحظات أنه يوقف زوحل قال له تعالى هون تريك بعد لي شوي عن هذا المدار تركه في حدا جاي على الطريق بدنا نسلمه القرنة هاي تظهر الأرض الأرض ما فيها مي أبصر منين سيجيها مي هالمي اللي ستشتغل البركين ستخليه وجود ضغط جوي غلاف جوي غلاف الجوي وبغط الجوي لحيخلي مع الكربون لحيعملوا بشي اسمه احتباس حراري الاحتباس الحراري لحيخلي المي عبارة عن سوائل سوائل لحيعمل بعدين شي اسمه منظم حرارة جيوفيزيائي يخلي عملية الاحتباس الحراري بالأرض تحافظ على حرارة الأرض لأنه ترتفع كتير وتخليها تصير فرن مع طبعا مع وجود التكتونات الصخرية هاي الأمور كلاتا مع بعضها ايش هتصدفة بعد منها لحيجينا كوكب من غايب علمه لحيضربنا مشان يطلع الأمر الأمر اللي حيكون له علاقة بالمد والجزر ويكون له سبب رئيسي لظهور الحياة على الأرض لحيكون بلحظة من اللحظات قريبة من الأرض لحيبعد عن الأرض شوي شوي مع مرور الزمن قبل منها لحيضربنا كمان النيازك وجيب لنا معا منها معادن وجيب لنا معا منها المواضي العضوية وغيرها هاي الكلام كله صار ويه على كوكب الأرض بطريقة عشوائية بحتي من ضمن كل المليارات والمجرات الموجودة على هاي الأرض هاي اللي عم حاول يقنحوك فيه والعلماء شو بيلولك بيلولك صدفة جميلة وليست صدفة إلك صدفة تلتها صدفة تلتها صدفة تلتها صدف يعني أنا جميل لما تقلي أنت بتقلي في لعبة يا نصيب وأنه في صدفة ربحة الله في ورقة ربحة الله بس أنا ما بتقلي أنه صدفة تلتها صدفة تلتها صدفة تلتها صدفة تلتها صدفة تلتها صدفة أنت ما عم تقدر تلحق توقف يعني أنت عم تعدهم طبعا أنا اختصرت لك أنا عم تعدتكن كذا واحدة في أمور تانية كتير عم بعطيكم رئيسيات بس هيك كم واحدة هيك رئيسيات وستقول لأنتوا تفكروا فيهم هيك بمنطق بعقل تكون هلأ إنسان عاقل تفكر هيك بمنطق وتقول للأرض تكونت لحالة بصدفة هذا اللي حابين هنا يقنعوكم فيه هذا اللي حابين هنا يقول لكم عليه أنه هذا الكلام كله آته فيه طبخة نطبخة لحالة فيه طنجرة نحطت لحالة ونحط المايفية ونحطت الاسباكتتي وغلت الاسباكتتي ونطبخت الاسباكتتي وطلعت على الصحن ونحط فيها المواد وصارت جاهزة لكل ولحالة هذا اللي حابين يخبروكم عليه حابين يقنعوكم فيه ليه؟ هلأ بنحكي ليه نفيه لأسباب طيب النطو الجميل بالاعتراض التاني اللي بيقلك أنه ذول الثوابت تبع نظرية الضبط الدقيق اللي بتقلك أنه حيل الثوابت لو تغيرت كانت نشأت الحياة بس نشأت الحياة بطريقة مغايرة للحياة اللي نحن بنعرفها اليوم حلو معك أنا جميل لا نفرض هذا الحكي صحيح ما نحن هاي الثوابت متغيرة بغير مجرات متغيرة بخير أجراء نحن على هو ما رصدنا نحن رصدنا كواكب ومجموعات شمسية حتى المجرات لا تعد ولا تحصى ولم نستطع أن نجد الحياة ولا نوع من أنواع الحياة بأي مكان ما لئنا ما أنت عم تقلي إنه إذا تغيرت الظروف لح تسمح لنشوء حياة من نوع تاني ما عمل لك أنا عن الأرض وموقعها بالنسبة لمجموعاتها الشمسية والظروف اللي قدت لظهور اللي تهيئت هذا الكوكب لنشئة الحياة ما عمل لك ألا هي في مجموعات شمسية تانية كتير حولينا في مليارات المجموعات الشمسية اللي حولينا غريب إنه ولا مجموعة من المجموعات اللي حولينا اللي قدرنا نرصدها عن طريق تليسكوبات وغيره قدرنا نرصد حياة أو قدرنا نرصد عملية شبيهة بالعملية اللي ظهرت علينا وأظهرت أو أنشأت حياة من نوع تاني مادي مشكلة أنه تظهر حياة من نوع تاني ما أظهرت حياة من نوع تاني ليه ما شفنا حياة تانية من نوع تاني ولا هو الكون كله بكل مجراته لازم يتغير ويجي كون تاني هذا 92 مليار سنة ضوئية اللي شايفينه لازم يروح ويجي كون تاني نحن بحاجة لكون حجمه بحجم تقريبا 92 مليار سنة ضوئية يجي كون تاني بهذا الحجم لتظهر بثوابت تاني غير الثوابت نحن عليها هلأ لتظهر حياة بيرن ما بموقع ما بهذا الكن هذا اللي بتكون تقول لنا عليه يعني اللي بسمعuggle هذه الحكي فكرة إل parole فكرة أنه في خالق وضع عيه الأرض وجهزة لنشوء الحياة عليها بس؟ طب هون تب تسأل حالك تسأل حالك سؤال طبعاً نحن هلأ حنحط آخر الروم هحط لكم روابط فوق اللي كنا عم نحكي عليها هلأ موضوع حركة المشتري الصفائح تكتونية موضوع المي واللي ضرب الأرض وكل الكلام اللي حكينا ببداية الروم لهم طيب بهذا الكلام ليش؟ يعني شو اللي بيخلي هذا الكلام يصير يعني أنا كشخص أنا كشخص ليش هذا الانسان اللي هو رافض فكرة وجود الإله عم يعمل هيك ليش هيك عم يساوي في تفسير في تفسير هذا طبعاً في تفسير طبعاً ما فيك تقول في تفسير وفي تفسير يعني في عدة احتمالات انت بتشوف اي احتمال من هذول احتمالات احتمالات كثير الاحتمال الأول وأضعف الاحتمالات وأبعد الاحتمالات هو وارد كثير وطبيعي وطبعاً هو ما له اتهام ولا له ادعاء أنا كن فيه جهة مسؤولة عن ترويج لهذا الموضوع لأديولوجيا معينة لطوطين أفكار معينة وتمول هاي الأمور وتجند بعض الأشخاص لهذا الموضوع وهذا الكلام مفهوم ومع عملية الصراع اللي نحن عايشين على هاي الأرض طبيعي موضوع التدافع والمنافسة وانه كل واحد يثبيت ووجهة نظره ويفعل الأديولوجيا تبعه معروف فطبيعي انك انت تكون ممول وانت تظن انك انت ممول لشيء صاح يعني مو مشكلة مو انك انت تكون ممول يعني انه شغلي خطأ انا ممول لشغلي صاح اراها من وجهة نظر انه هي صحيحة هي حقيقة فانا عم بشتغل على موضوع انا بديها طبعا لكن في كثير في كثير من الأشخاص لا انا ازعم او انا ارى انه الأغلبية لا الممولين بيكونوا قلال والموجهين بيكونوا قلال الغالبية لا ما بيكونوا ممولين طبعا احنا ما نقول التمويل موجود بكل الوين ما كان بأي ارنى التمويل هو انت عندك مشروع وهذا المشروع بحاجة لتمويل حتى ينجح ما لا تهمك اي مشروع بالدنيا قد يكون مشروع له قضية جيدة وصالحة وميحة ومن وجهة نظرك وقد يكون لا اي مشروع بالدنيا بده تمويل حتى لو كان مشروع ديني حتى لو كان مشروع دعوي تكون انت عم تدعي الناس تبدأ تمويل بدك من يدعمك تكون من يوقف معك حتى انت تقدر تمشي بهذا الطريق فيه ناس تتمشي بتحاول على قدر استطاعاتها فيه ناس ممكن انه تحصل على تمويل اكبر عادي والجهات التانية كلها نفس الشي فنحنقول انه في بعض الاشخاص ممولين لانه فيه اديولوجيا وراهم فيه منظمات وراهم بده تثبت بده ترسخ الاديولوجيا تبحى عليك او عليك بشكلها وهذا هو صراع وتدافع فكري موجود من الازل الى الازل وما لحين تهي يعني حانب الله طيب الهم من هذا حكينا الموضوع التاني الموضوع التاني هو انحنا حكينا عليه قبل هلا هو موضوع التنافر المعرفي الانسان عبارة عن ادراك وسلوك احنا حكينا قبل هلا الانسان عبارة عن ادراك وسلوك انت في عندك ادراك هذا الادراك يترجم بعدين على هيئة سلوك هذا الادراك يتكون عندك بسبب عوامل معينة قد تكون دافحها شهوة والرغبة قد يكون دافحها بعض الافكار اللي انت اعتنقتها فكرة اديولوجيا معينة فعلى اساس نشع معين مشكلة أنه الإنسان حكينا قبل هل أنه بدماغه فيه شقين فيه شق حدسي وفيه شق منطقي بيحلل يعني بيستنتج هذا الشق المنطقي اللي بيحلل وبيستنتج قليل ما نستخدمه وما نستخدمه إلا عنده الضرورة وعند الأمور الحساسة غالباً نحن نعتمد على الدماغ الحدسي أو الشق الحدسي بالدماغنا والشق الحدسي بالدماغنا عادةً ما تكون قرارات وسريعة وميالة وتنشع غالباً عن طريق التجربة والخبرة كمان حتى يساعدنا على أنه نحن نتخذ القرار الصحي فالإنسان ما عنده استعداد يمسك كل فكرة بفكرته ويدخله على هذا المعمل الشق المنطقي ويعود يحللها ويشوفها وخصوصي أنه الإنسان كائن بيعتاد يعني بيحب العادة وبس اعتاد على موضوع صعب أنك أنت تغيره العادة تبعه ما بيتغير من الصعب أنك أنت تمنع إنسان عن عادته فهو متعود على موضوع معين خلص بيضل على هذا الموضوع اللي هو متعود عليه ولا يغير هذه العادة إلا إذا كان نقطة تحول بيسموها نقطة تحول في شيء يغير الكانونة تبعه كانونة الأفكار تبعه طيب الإنسان هذا اللي متعود على فكرة أو متعود على أو تبنى فكرة أو تبنى إدراك معين إذا هذا الإدراك تعارض مع سلوكه لح ينشأ عنا هون ما يعرف بالتنافر المعرفي التنافر المعرفي اللي رصده أول من رصده أو أول من وضع هذا المصطلح ونظر لإله هو فاستينجر عالم الاجتماع الأمريكي بخمسينيات القرن الماضي لما كان عم يعمل تجاره بهذا الخصوص قال لك أنه الإنسان بيحصل عند منه نوع من التنافر المعرفي إذا وجد عنده نوعين من الإدراك يعني إذا تواجد بعقله نوعين من الإدراك مختلفين عن بعض أو إذا وجد عنده إدراك يتعارض مع سلوكه ونحن قلنا أنه أكبر أقرب مثال نقدر نشبه فيه هاي المقطة لحتى نوصلها يعني للناس هو موضوع التدخين المدخين المدخين عنده إدراك هذا الإدراك بيقول له أنه التدخين مضر وخطر على الحياة يعني تقريبا اليوم ما في مدخن بالعالم ما بيعرف أنه الدخان خطر على حياته وأنه الدخان سبب لكثير من الأمراض وهو أهم السرطان بعيد منهون يعني إن شاء الله السلامة للكل نتمنى السلامة للكل فالتدخين أحد أهم أسباب الأمراض السرطان سرطان الرئي أو غيره طيب المدخن بيعرف هذا عنده هذا الإدراك وبنفس الوقت وعم يمارس سلوك المدخين وعم يدخن طيب كيف زبط يتهيئ هون المدخن حيعيش حالة صراع حيعيش حالة صراع يسميه بالتنافر المعرف يسميه فيستينجر بالتنافر المعرف في عندهم اعتقاد وفي عنده سلوك يغير الاعتقاد اللي هو عليه طيب هو هون شو لح يعمل المدخن قال لك هون فيستينجر أنه المدخن لح يلجأ لتبرير أو لتقليل من حدة الإدراك لتبرير السلوك أو لتقليل من حدة الإدراك فمثلا لحتى يهون على نفسه أو ما يجعل ما يسمح الادماغ لهذا التنافر اللي يصير أنه هيصاب بالقلق وهذا القلق قد يتحول لمرض نفسي أو لحالة اكتئاب وهو حتى ما يدخل بهاي الحالة يبلش يبرر هذا السلوك فبيقل لك مثلا أنه أنا دخنت لأنه هي عيشة واحدة ما في غيرها فأنا دخنت عوادم السيارات بتطلع غاز سام أكتر من التدخين إذا بدنا نوقف التدخين شوف عوادم السيارات الأكل المعلّب بيعمل سرطانات يعني كل حياتك أصلا بتعمل سرطانات فخلص يعني هي هي ما حيتغير عليك شي اندخنت ولا ما دخنت فشوف حالة تبرير حالة تقليل من حدة الإدراك طب إذا أنت ما قدر تتقلل من حدة الإدراك شو بيصير بصير فيه صراع نفسي إذا لازم تلاقي طب هون نحن نستخدم استراتيجية كتير مهمة واللي هي استراتيجية من حياز التأكيد سمعنا عنها استراتيجية من حياز التأكيد ننحظ كيف ننحظ ننحظ بينهم نحن نبحث عن براهين أو نبحث عن أدلة تدعم ما نعتقد تدعم ما نعتقد أو تبرر للسلوك اللي نحن عم نمارسه لحتى نخفف من حدة هذا التنافر فقال لك نحن لما بنبحث عن المعلومة بنبحث بطريقة متحيزة يعني أنا ببحث عن معنومة اللي أنا بديها يعني مثلا أنا اليوم موضوع عن ضبط الضقيق لما انطرحت فكرة للضبط الضقيق بجي صاحبنا مثلا صديقنا الملحد صديقنا الملحد ما لو مقتنع أنه في إله طيب ما نحن هلأ نالك أنه لكون فيه ضبط ضقيق طلعنا بيحجز مبرأ إي لا ما فيه الله هذا الإدراك اللي عنده هو يعتقد الآن أنه ما فيه الله لأنه شوف لأنه إذا هو قال أنه فيه إله تترتب عليها التزامات تانية كتير إذا قال أنه فيه إله فيه عليها التزامات تانية كتير هو ما له مستعدل ما له مستعد له الالتزامات فالأهيوان أنه إليك ما فيه إله طيب هلأ أنت هنا نشأت عند منك حالة من التنافر المعرفي أنا فيه ما فيه إله وفيه برهان ضبط وفيه ضبط الضقيق شلون ضبطيت معك هاي ونبلش بقى نبحث عن ما ينقض فكرة الضبط الضقيق يعني بصير كل همه ان هو يدور على اي معلومة او اي فكرة قد تدعم حشته بنسف موضوع الضبط الضقيق لحتى يثبت لك انه الاله ماله موجود يعني هو ما بحث عن الموضوع بطريقة موضوعية لا لا هو نحازل الفكرة بالأول وبلش يبررها هو قال لك ما في اله من الاساس ولما انت اتلت بالضبط الضقيق رح يدور على شغلة يطعم فيه بالضبط الضقيق يعني هو ما قال لأ طيب فعلا ولا موضوع الضبط الضقيق خليني ادرسه بحيادية بتجرد بعيدا عن اي شيء تاني وعن اي انحيازات تانية ونبلش ندرس هاي الافكار فعلا اللي طرحتها برهان الضبط الضقيق وبناء عليها ونقرر حاكم هاي النقطة لا هو ما درسه ابدا ولا طلع عليها هو فورا رح فتح اليوتيوب مثلا الرد على فرضية الضبط الضقيق تغري بده الرد ردلي ردلي على فرضية الضبط الضقيق هو مبارح فلان طلع كان عم يحكي على موضوع معين على ضرورات العقلية كان عم يقول انه بالضرورات العقلية مثلا السببية من الضرورات العقلية بتثبت وجود الاله دور لي على ما ينقض السببية بدي ينقض لي السببية الرد على أن السببية ليست ضرورة عقلية وهيك بيبحث على صعدة الحياز هو ما بيحط الموضوع بطريقة تجرد هو خلاص أخذ الحكم مسبقا وعلى هذا الأساس بيهيئ حاله وعلى هذا الأساس بيهيئ حاله بيهيئ نفسيته جسمه بيشتغل لحاله أوتوماتيين على هذا الأساس بده يدافع عن الفكرة اللي هو يعتقد فيها لأنه ما بده يطلع خطأ ما بده يطلع على خطأ ما بده يحس حاله أنه هو كان على خطأ مجرد أنك أنت تحس أنك أنت على خطأ هذا الشيء مدمر بالنسبة لك الإنسان ما أحده فينا بيحب أن يكون على خطأ فبيقول لك هو بيقول لك خلاص لقي لي أي تبرير بيقول لك فطالما أنت مبارح كنت عم تقول أكاديميا نا 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 كمان أكاديميا أحط لك كمان أكما الشغلة سهلة فوت على جوجل أنا بيعمل شوي تبحث بيطلع لي كم ورقة علمية وكم موضوع علمي يدعم الكلام تبعي وبحط لك يا وأنت كمان نفس الشيء الموضوع مانو صعب أنت شو حابب تقل لي حابب تبرر لمين حابب تبرر لنفسك أنت صاحب قضية حابب توصل للناس القضية حامل جائب حامل بإيدك بديل حامل بإيدك بديل لأنه نحن كم مسلمين ما عنا مشكلة مع العلم إذا أنت عندك إذا وصلانك تصور غلط أنه نحن كم مسلمين عنا مشكلة مع العلم بيكون فيك مشكلة أنت بالعكس نحن منشوف أنه ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن كل مخلوقاته لما عطانا عطانا جزء من علمه لأنه قالنا هو أنه نحن لا نملك لسه من علمه إلا القليل فعطانا جزء من علمه وسمح لنا أنه نأخذ هذه الأسرار ونتحكم فيها بحيث أنه تسهلنا حياتنا وممتنين له لهذا الكلام عطانا هي القدرة وهذا الإدراك وهذا الوعي وهذه العملية عملية التفكير والتحليل والإستنتاج والإستنباط والرصب ونقدر بعدين نستخلص هذه القوانين نستنتج هذه القوانين وبعدين نستخدم هذه القوانين لتسهيل حياتنا نحن فخورين بهذا الشيء وسعيدين أنه ربنا سبحانه وتعالى خصنا أنه ربنا سبحانه وتعالى خصنا من بين المخلوقات كلها ياتى بهذا العلم بهذا السر نحن سعيدين ونبجل هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لك من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ربنا سبحانه وتعالى يقولنا بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأولى ورابنا أبينا روحوا ومشوا hacks واشوفوا تعلموا شوفوا الكون هذا كيف نشأ اشتغلوا هاي المواهب القدرات اللي أنا أعطتكم الىها شغلوها وحسوا بعظمة الشيء اللي أنا أعطتكم وحسوا بعظمة الشيء اللي أنا أعطتكم هذه القدرة اللي أنا ميّزتكم عن كل مخلوقات التانية هذا العقل وهذا الوعي وهذا الإدراك وهي الذاكرة وهي آلية التحليل والاستنتاج وغيره يلي مكنتكم من أن كنت تفهموا بعض تفهموا بعض أسرار هذا الكون بعض أسرار هذا الكون ميزتكم فيه عن كل مخلوقات التانية ومن خلالها يسترتوا كتير أمور بحياتكم ربنا سبحانه وتعالى بيقول بآية تانية مثلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يوم بعد يوم يوم بعد يوم ربنا سبحانه وتعالى عم يرجيك عم يرجيك آياته اليوم لما العلماء بيقول لك نعتقد أن كوكب المريخ لحظة ما بتعد عن مداره ترك المدار للأرض لمساعدة كوكب زحر لما بتعرف أن الأرض بلحظة من اللحظات إشطى المي عن طريق هاي الصخور التلجية لضربتها بعد منها تظهر البراكين فجأة لتبخر هاي المي مع وجود ثاني أكسيد الكربون ليعمل نوع من الضغط الجوي وبعدين الغلاف الجوي بعد منها المي لح تمتص هاي الكربون حتى ما تصير الأرض فرن ولح يضرب بعدين كوكب تاني اسمه كوكب تية الأرض ويظهر عنده وينشق عنه القمر ويساعد على موضوع المد والجزر على الأرض ويهيئ الأسباب لظهور الحياة على كوكب الأرض هذا العلم سنريهم آياتنا في الآفاق حتشوفوا آياتي رح ورجيكم كيب بعد اللي هم تشوفوا لسه بدك تنكر أنه أنا موجود لسه بدك تنكر أنه أنا موجود طب أنا لحكت فيه لو هون أنا طولت كتير كنا عم نحكي بس عن موضوع التحليل النفسي كنا عم نحكي عن التنافر المعرف وكيب أنه الإنسان لما يعتقد اعتقاد معين ويتعود عليه أو سلوك معين فبيدافع عنه وبيبرر له حتى لا يقع بالتنافر المعرفي فبتلاقي بعض الأشخاص اللي يؤمنون بعدم وجود إله من الأساس مسلمين لفكرة عدم وجود الإله لا أسباب معينة وهو حالة نفسية عرضوا له بزمانه أو موقف فكري أو أياً يكون فبيبلش يدافع عن هاي الفكرة ويكون شرس بالدفاع عن هاي الفكرة لأنه لا يقبل أنه يكون هو مخطئ يكون هو على خطأ وممكن نرد كمان طب أنا ما بدي طول اللي بيحب يداخل معنا بحب يرفع إيده حابب يعني في عنده سؤال نسمعه ما بدي أخد كثير مداخلات يعني عدد من المداخلات بس بعدين بدنا نسكروا طيب اللي بيحب يرفع إيده حتى نبلج وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا كلامك كله غلط وضعيف لأنك ما طلقتنيش أتكلم وأنا بصراحة بحب شهوة الحديدة زي علي فأي حد ما يصدرنيش ويعظمني ويفخمني كده أحب التفخيم قوي فطبعا هو ركيك وكلامه ضعيف أنا بأعذر معك أنت حبيبي عملت طبعا حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد محمد شو تعليقك حبيبي يا مريخي محمد شو تعليقك على أحب أنا محمد حبيبي يا محمد لي أنه ي Plan